اشتركوا في القناة اليوم اخر حصة تدريبية قبل اجراء المباراة المقبلة فريق رجال رياضي بن مصر سيلاقي الاهل المصري بداية من الثامنة مساء بالتوقيت المغربي ويسعى فريق رجال رياضي الى تحقيق نتيجة ايجابية قبل مباراة العودة هنا بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء نستمع للمدرب راشد التوصي مدرب رجال متحدثا عن المواجهة يعني رزمنا اللي كنا فيها في الفترة الواجيزة كانوا هناك مباراة الكأس الأفريقية واللي منها مرينا الدور الربع وأكيد بأننا جزناها الحمد لله بنجاح من بعد المظهر الجيد كما سبقا ذكرته في جنوب أفريقيا وتبعتها المباراة الكأس دائما تكون فيها واحد من يد يخص مع فرق اللي يعني في درجة أقل ويكون واحد الحافز ولكن الحمد لله جزنا بنجاح وهذا زاد قوة معنوية لنا وهذا في حدات واستعداد لأنه تبقى عندك الشخصيات البطل وأظن بأنه فريق الرجاء دائما هذه الشخصيات سيتم أضعين فيه يعني واحد هذه هوية هوية فيه وأظن بأنه من هذا المنطلق أكيد بأننا نحن غادئين إن شاء الله للمصر بأننا نقطع هذا الشوط كبير جدا وهو الشوط الأول ونحن نجد نتيجة إيجابية لكي نضمنه التأهل أمام جمهورنا إن شاء الله في دار بيضاء من بعد أسبوع وأكيد لهذه السعادات هي أنابو شكل جيد لأنه حتى المباراة كانت نسمي لنا بروفة وعدينا بعض اللاعبين لكي نعرفوا مدى الجهزة لهم علماً بأنه كانت غيابات وازنة وصلت إلى خمسة لاعبين ولكن حالياً هؤلاء في المجموعة أرجعوا أخصوا بالذكر متولي أخصوا بالذكر بضربو الهرود أخصوا بالذكر الحداد بأنه من لكي أرجع لك لاعبين وازنين ولهم موزن داخل الفريق ولهم قيمة إضافية داخل الفريق أكيد بأنه تمشي بواحد المعنويات مرتفعة وأظن بأنه لا أحد ينكر أو لا يعرف مدى قيمة متولي داخل الفريق كصاني ألعاب لا أحد ينكر كذلك القيمة إلياس حداد وليش فينا يعني كما هذا لأنه ينكر بضربو الهرود المباراة مع أمازول الذي قام بها كذلك الرجوع الرجوع ديال 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 لاعبين ديال 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 منهم عمر العرجون ولكن أتصاب كذلك في المباراة التادلة ولكن هو معنا في المجموعة يبقى الغياب هذا بسبب الإنظارات وهو اللاعب ديال ديال نائري سيمو عمد نائري ولكن الحمد لله من 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 يكونوا استغيبين ليس بحل بحرقه واحد فواحد أكيمكن لك خاصة أنه لدينا لعبين شباب والذين يجربناهم في هذه المباراة وترى نعمل مدرجة يزيدهم كيف نعتمدهم ومدرجة يزيدهم وكذلك من اللي غادي تكتمل الصفوف ويرجع لدينا زكريا الورضية كذلك فما كانش معنا دابال حيث ما زال ما ما نرجعش ولكن لو أرجع أكيد الفريق يزيد يزيد وأكيد مع رجوع ديالون كنود إن شاء الله مرينا يعني لدور آخر إن شاء الله رجع ريادي بحضور عدد من اللاعبين كما تكلم عن ذلك المدرب رشيد الطاوسي وعبرزهم متولي في من أجل العودة بتحقيق نتيجة إيجابية هناك من القاهرة ودائما بخصوص رجع ريادي ديالمر نستمع للحارس مروان فخر متحدثا عن استعدادة النسور للمواجهة فريق الأهل المصري سيكون سهلة الحمد لله عندنا واحد المتجانيس الحمد لله كانت نشتغل في ظروف ممتازة نتمنى على الله أننا نبقى مركزين ونزيد في تركيز لتحقيق نتيجة التي تكون صالح لتحقيق لتحقيق لأساس نأخذ المباراة لإيجاب في أحسن ظروف ومعنوية مرتفعة إن شاء الله بإذن الله ولكل يعني مركز لهذه المباراة ولا تقام تقني لكل لعبين إن شاء الله بإذن الله نحاول أننا نعطي كل ما في الجهد لنا باش نعطي صورة طيبة لفريق الرجال البيضاوي ونكون عند حسن ظن جماهير العريضة لفريق الرجال البيضاوي وكل غير على هذا الفريق هذا الكبير ودائما بخصوص الفرق المغربية المشاركة في المسابقات القارية الوداد يحط رحال بالجزائر من أجل ملاقات فريق شباب الوزداد وذلك يوم السبت القادم بداية من الساعة التاسعة مساء بملعب خمسة جوليا الفريق الأحمر سيضطر إلى إجراء حسة تدريبية قبل المباراة بملعب آخر علما بأن العرف يجب على الفريق أن يتدرب في الملعب الذي سيحتضن المباراة وفي توقيت المباراة إلا أنه سيكون فريق الوداد متطرا لأخذ حسة تدريبية الأخيرة بملعب آخر وذلك بسبب المباراة ستجمع بين فريقي وفاق ستيف والترجي التونسي بداية من التاسع مساء يوم اليوم طبعا يوم الجمعة وعلاقة دائما بالمباراة نسمع للمدرب وليد الرقراغي مدرب الفريق الأحمر متحدثا عن المواجهة أمام فريق شباب الوزداد ماتش تامبيون سيغ ماشي سهل سورتو دابا وصلنا لكار دو فرقالي لوليا في بطولة ديالها هذا بزاف طيقة نحن عارفين كالسينا نحن ندير واحد الماتش الكبير فالصوم تطلع المستوى ديالك باش ان شاء الله نكونوا باقي بالروح في دونور باش نتأهلوا ان شاء الله وغيابات في حالي شوفتو عنا عطيات الله وجهدي غنشوفو غيكونوا موجودين على هذا الماتش عنا دي بتي بيبا بلحك ان شاء الله ندير كل شي باش اي واحد يكون موجود احت المكسيموم مباراة صعبة طبعا ولكن كما قال والد الرقراجل كل مطالب بتقديم الأفضل من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل مباراة العودة ودلمر نستمع لي اللاعب يحيى جبران من أبرز عناصر الفريق الأحمر متحدثا عن المواجهة أمام الفريق في جزائر يكون مباراة صعبة نشملنا ان شاء الله نحضروا بكامل قوة وكامل جاهزية ان شاء الله باش رجعب وحناش يجي بالمغرب باش نقدروا نجير وشاء الله هنا في المغرب بوحد الأرياحية ونحسن ان شاء الله بطاقة تاول الصالح ان شاء الله الصراح مباراة كيف نقول أمام جماعيار دينا وفي أرض الملعب دينا يكون باش ان شاء الله قدروا ما أمكن نسهلوا أن المؤمورية في المباراة للدهاب باش يعطينا واحد الأرياح يكشف في المباراة فمن هنا قد نتلاق ان شاء الله ندخلوا عازمين ان شاء الله بسرجعوا باش شيء إيجابي وإليكم البرنامج الكامل لمباراة ربع نهاية دوري أبطال إفريقيا فريق الوفاق سطيف الجزائري سيولاقي الترجل تونسي مساء اليوم الجمعة بداية من التاسعة مساء فيما يوم غد السبت البيترو أتليتيكول ونغولي سيولاقي ماميلو دي ساندونز في الساعة الرابعة مساء وفي التامينة ليلا الأهل المصر يستقبل الرجاء وفي التاسعة دائما يوم السبت الفريق الشباب الوزاد يستقبل فريق الوزاد الرياضي وبخصوص منافسات كاسل كونفيدرالي لفريق لكرة القدم يوم الأحد القادم فريق النادي المصري وذلك ضمن مباراة أدها في انتظار مباراة العودة هنا بالملعب البلدي ببركان المباراة ستجرى يوم الأحد بداية من الساعة الثامنة مساء واختم حلقة اليوم ببرنامج الجولة الواحدة والعشرين من البطول الاحتراف في القسم الوطن الأول التي تعود للدورة نهاية الأسبوع حيث مساء اليوم بداية من الساعة العاشرة ليلا فريق الجيش الملكي سيلاقي اتحاد طنشا حسنية أقادير ضد الفتح رباطي يوم السبت في العاشرة ليلا وفي نفس التوقيت المغرب الفاسي فريق يواجه فريق سريع وادزم يوم الأحد المقبل فريق شباب المحمدية السقب اليوسفية برشيد ودائما يوم الأحد فريق شباب رياد السوالم يلاقي الدفاع الحسن الجديد دائما في العاشرة ليلا فيما يوم الاثنين المقبل بعد عودة رجاء من القاهرة سيلاقي فريق المولودية الوجدية ويوم التلاتة أولمبيك آسف الويداد الرياضي فيما يوم الأربعة أولمبيك ريبقى النهضة البركانية هذا كل ما لدينا مشاهدين الكرام من أخبار خلال حلقة اليوم من برنامجكم زوم سبور على أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة دمتم في رعاية الواحد دي إلى اللقاء